السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس ان شاء الله تعالى سنتطرق الى موضوع اللايرز او اللاير تول فقط نذهب الى قائمة الادوات الموجودة على يمين البرنامج ونختار اللايرز كما تشاهدون معي الان لدينا ثلاثة اشكال كل شكل في لاير خاص به فمثلا المربع موجود في لاير واحد كما تشاهدون معي في واجهات لايرز ومعروف بلون ازرق ايضا الدائرة موجودة في لاير اثنان ومعروفة باللون الاحمر ثم اخيرا النجمة وموجودة في لاير ثلاثة ومعروف باللون الاخضر كما تشاهدون معي الان وايضا يمكننا حدف اي لاير نريد فمثلا اذا اردنا حدف لاير ثلاثة فقط نقوم بالتغط على التالي كما تشاهدين معين ثم نقوم بالتغط على يس كما تشاهدون فقد حدفنا اللاير رقم ثلاثة وايضا يمكننا حدف اللاير رقم اثنان وغير ذلك كما يمكننا ايضا في واجهة اللايرز عدم اظهار اللاير معين فمثلا اذا اردنا عدم اظهار لاير واحد الذي يتواجد فيه الشكل مربع نقوم فقط بالتغط او بحذف هذه العين الموجودة هنا ثم كما نشاهد فقد اختفى الشكل المربع وايضا يمكننا اعادته فقط بالتغط على المكان الذي كانت تتواجده تتواجد فيه العين كما تشاهدون معي وايضا يمكننا غلق او اغلاق هذا اللاير كما تشاهدون معي ولا يمكننا التحكم فيه لانه مغلق ولا يمكننا تغير اللون التحكم فيه او غير ذلك كما يمكننا ايضا جعل هذه اللاير الثلاث في لاير واحد وذلك بتحديد الاشكال الثلاثة ثم بعد ذلك جعلها في لاير واحد او جمعها في مجموعة واحدة بالتغط على كما تشاهدون معي الان فقد اصبحت الاشكال الثلاثة في لاير واحد سنعود الى خيار لاير كما تشاهدون معي الان اصبحت الاشكال الثلاثة في لاير واحد وهو اسمه لاير ثلاثة والمعروب باللون الاخضر ثم بعد ذلك اللاير المتبقية فهي فارغة من الاشكال كما تشاهدون معي الان هنا يمكننا حدفها كما تشاهدون معي الان هذه الاشكال الموجودة في لاير ثلاثة ها هي المربع الدائرة النجمة الى هنا ينتهي شرحنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته